عايز اتكلم عن حدا ذكرته كمان طبعا كل الاحترام والتقدير للفنان الكبير السيد محمود عبدالعزيز الله يرحمه طبعا يعني ده برضو عالم من الاعلام السينيمائية والفنية المصرية اللي ملهاش شبيه ابدا السحر يعني ما نقدرش نعدي كده الاسم يعني ما نقدرش حضرتك تقول محمود عبدالعزيز وعدي الاسم كده عادي وطبعا عنده النهاردة ابنه بقى حبيبه اكيد كريم من النجوم طبعا كريم ومحمد طبعا بس طبعا كمان كريم يمكن من اكتر النجوم اللي متأثرين بي اكتر يعني نجومية طبعا ان شاء الله تكون مهوق جدا ومحمد طبعا منتج كبير جدا ونجاحات كبيرة جدا في مجاله برضو وفاء الانتاج وفي التمثيل طبعا بس يمكن كريم واخد سكة تانية شبه بابوش شوية من خلفة الدم من حاجات كتير لا ومتربين كويس كمان طبعا طبعا اخلاق اخلاق طبعا اكيد طيب عايز اتكلم شوية عن محمود الجنزي وحضرتك ذكرت الحقيقة الفنان محمود الجنزي على الرغم ان يمكن فنان محمود الجنزي ما كانش من الابطال ولكنه علامة مميزة في اي عمل شارك فيه بشخصيته باسلوبه بطريقته بحضوره بالكاريكترز اللي كان بيقدمها الحقيقة الفنان محمود الجنزي علامة من العلامات كمان اللي حضرتك ذكرتها هو محمود الجندي هو الحقيقة العنوان اللي أنا كنت عامله في الفصل يعني هو محمود الجندي يعني أنا هو محمود الجندي أنا كنت بسميه محمود الجندي لأنه طبعا هو معروف ان محمود الجندي كان ضابط في الجيش المصري في فترة من 67 ل74 تقريبا وكمان حتى من عظمة هذا الرجل يعني هو ما كانش بيتاجر بدا كتير يعني كلنا عارفين دوره وكان لي دور مشرف يعني في الفترة دي أي حد شارك في الجيش المصري فده هو سام على صدر لكنه هو ما تجرش بدا كتير أنا تعملت مع محمود الجندي اللي هو محمود الجندي فعلا اللي هو كان متأثر بالمرحلة دي في حياته حتى في أعماله يعني أنا اتناولت ثلاث شخصيات هو مثلهم لاحزت التأثر الواضح في فترة العسكرية اللي هو عاشها خلال الترى الشخصيات دي هو طبعا هو هو الجندي من برضو من أكتر الفنانين ثراءا يعني في الشخصيات وزي ما حدك قلتي هو من ممكن نقدر نعتبرهم من مظاليم الفن لأنه هو محمود كمان الشهرة جاتل متأخر جدا يعني هو محمود الجندي يعتبر يعني جيل مقارب جدا لجيل زعيم عادل الإمام ونورشيف بعدهم بشوية صغيرة بس ما خدش حقه قوي لأنه هو قعد حوالي سبع ثمان سنين في الجيش وبعد كده مما طلع بدأ يدور سنة سنة يخش في المسارح سنة سنة حد ما بدأ ياخد أدوار تسمع لكن أنا شايف أن محمود الجندي كان استحق أنه هو يبقى بطولة يعني هو يبقى بطل يعني من طبعا فنان متميز جدا جدا فنان من نوع خاص وقادر يعمل أي دور وبرده كان عنده دور اجتماعي مهم جدا طبعا ومدرك فكرة الإدراك الفنان بدوره دي أنا أعتقد أنها سماء مميزة لأغلب المميزين في كتاب ريحة الورق كمان يعني اللي أنا أصد أكتب عنهم يعني